بصورة متكررة تكثف الميليشيا الحوفية التابعة لإيران استهدافها جبهة الضباب غربي مدينة تعز في محاولة محمومة لإعادة إطباق الحصار على المدينة من منفذها الغربي الجيش الوطني تصدى في الأيام الماضية لمحاولات تسلل حوفية متكررة واستهدف تحشيدات للميليشيا وتعزيزات لها إلى جبهات الضباب ومقبن غربي تعز وجبهة السلو في الجنوب الشرقي للمحافظة التصعيد الحوثي يستهدف مختلف الجبهات في المحافظة ويركز على جبهة الضباب باتجاه الشريان الوحيد الذي يربط المدينة بباقي المناطق المحررة ومحافظات الجنوب والشرق مخطط إعادة الحصار الكامل على التعزي تجلى من خلال عمليات التصعيد الحوثية عبر عمليات في البحر الأخمر تقول إن هدفها الضغط من أجل إنهاء الحصار على غزة هذا التنقض الصارخ في الموقف كشفته منظمة هيومين رايتس واتش مؤخرا في بيان لها دعا ميليشيا الحوثي إلى رفع الحصار عن تعز ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع الحصار عن غزة وقالت المنظمة في بيان إنه بدون رفع الحوثيين حصارهم على السكان المدنيين في تعز فإن إدعاءاتهم بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة ستكون جوفا بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن وهي ذات المعاناة التي يعيشها سكان غزة جراء الحصار وقطع المياه من قبل الكيان الصهيوني وللعام العاشر على التوالي تعيش تعز معاناة إنسانية جراء العدوان الحوثي واستمراره في قطع الطرقات وتمزيق المحافظة واستهدافها بعمليات قصف وقنص وزراعة ألغام لم تتوقف بالإضافة إلى هجمات متكررة في الجبهات يتصدى لها الجيش الوطني واستهداف للمدنيين وللطرقات التي تشكل شريان حياة محدودة أبرزها طرق تعز الضباب المؤدي إلى مدن المخى والتربة ولحج وعدا وسط مطالبات شعبية بعملية عسكرية لتأمين المنفذ الوحيد وتحرير مساحات واسعة غربي المدينة لإبعاد الميليشيا وإزاحتها بعيدا عن تهديد الطريق الوحيد